السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم فيديو من قناة كارتون ووجهة ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا بجد انه هادا انا هعمل حاجة ممكن تكون جديدة شوية وما عملتها من فترة طويلة وهي اخبار الكارتون نرد هتكلم عن كارتونات جديدة جاية بيعطو تعالية خلال السنة دي او السنتين اللي جايجين او لكل حاجة للاخبار دي فاطبعا لا تنساش قبل ما تبدأ تعالي لايك وتشترك في القناة تخرج جرس تبع تخلي الكل وتنشوفوا فيديو ما اصدقائك عشان ده بيدعمني وايه تابعوا الفيديو اول حاجة كونج فو باندا كونج فو باندا راجع بجزء رابع طبعا الاعلان نزل من كم شهر لكن الفيلم نفسه سيصدر يوم 8 مارس 2024 الفيلم ده من ارواع الاسلام اللي انا تفرقت عليها التلات اجزاء بتاعه اللي فاته كانوا كمة في الرواحة حرفيا فمش عارفين لسه الفيلم ده يكون حلو لا ظهور شرير جديد في القصة كمان لجوع تايلونج ويبعض الاشراء الكدامى كمان الكاتب اثبت ان المقاطرين الخامسة اللي كانوا مع ابوه هيرجعوا تاني برضو في القصة فمنتظرين الفيلم انا بصراحا متشوق جدا ليه ان انا بحب السلسرة دي جدا واتمنى انها متخيبش الظلمة المعلومة الثانية عن سونيك سونيك رسميا الجزء الثالث من سونيك برايم خلص وبالتالي خلص استمعها السلسرة دية للأسف والتقييم بتاعه كان كويس نوعا ما انا بالنسبة لا تكون رجع ليه قريب السلسرة دي وهقيمها وهعمل بلخص عنها ان شاء الله كمان معانا خبر كمان من ديزني ديزني رجع بسلسلة جديدة من كارز فاكرينو برق بنزين باللغة العربية العربية الحمرة اللي معها العربيات الكثير اصحابها اللي بيعملوا مغاملات كويسة جدا بالنسبة لي نوعا ما تفرجت على الجزء الاول بس ناكل ما تبعت الشرسلة كلها بس كان كويس نوعا ما لسه ما قررش اعملوا منه فيلم والامسلس الجديد بس راجع ان شاء الله قريب مستر بين مستر بين كمان تجدد انجزاء بتاعته الموسمين كمان موسم رابع وموسم خمس والمقر العديد على قناة كارتينيتو طبعا هذا كويس بالناس اللي بتحب مستر بين انا نوعا ما يعني بحب اصحراج عليه من الوقت للتاني ميراكلوس انا عملي ما عملت فيديو ابدا عن ميراكلوس قبل كده بس ما بقى انه جاي لاخبار جديدة عنه فتمام العلام الرسميا نزل ان فيتا جديد لمسلسل ميراكلوس للموسمين السادس والسابع بالاضافة الى ثلاثة اخرى خاصة هينزلوا بعده وستين مترح المواسم على منصة ديزني بلاس نوعا ما انا شايف ان الكارتون ده زاد على الحد قوي لا اجزاء القولة بتاعته كويسة لكن زيادة الحلقات والمواسم فيه بصراحة قلت من تقييمه يعني منتظرين نشوف انا نفسي متابعتوش كامل قبل كده بس الحلقات اللي كنت بشوفها نوعا ما كان الانيميشن والرسم بتاعه كويس جدا فهنشوف يمكن يعدونه فيه القصة شوية ويحصنوا الحلقات اللي جاية ومغامرات جديدة الخبر اللي جاي ده مش كارتون جاي قبل كده بس احبيت اقوله سبايدر مان اكروز ده سبايدر بيرس حصل على جائزة افضل فيلم انيميشن السنة دي سنة 2023 فبالنسبالي انا متراكزش على الجزء التانت فراكز على الجزء الاول بس بالنسبالي نوعا ما اللي ستال الرسمي كان كويس جديد شوية كارتون كويس عمل نصة جديدة من سبايدر مان اللي هي موريس لكن ما انا بازلت بحب بيتر بركر اكتر ومعانا خبر الموسم كيف تراوت تنينك كما قلتلكم من السنة اللي فاتت انه راجع بفيلم واقعي ومش مصدقين الروبط كلها تكون في الديسكريبشن راجعوا الفيديوهات الشرس بتاعتي ان انا عرضت قبل كده عن كيف تراوت تنينك انه راجع وفقا للمخرج دين ديبلو بدأت رسميا عملية تصوير فيلم كيف تراوت تنينك الواقعي انتظرنا الفيلم بحلول 13 يونيو 2025 في قاعات السينما يعني الفيلم راجع في 2025 مش السنة دي الا على الممكن ينزل السنة دي او ببداية السنة الجديدة ان شاء الله من الممثلين من العيوم بدور حزوكا واسرد وباقي كل ده لسه ما اعلمش عنه حتى الان بس على حسب كلام المنتجين انا ان التكلفة هتكون قدائلة شوية لانها يستخدمه الذكاء الاصطناعي فيه وده هيقلل من الانتاج شوية فممكن يطلعه حاجة كويسة انا على النقصي مش متحمس بصراحة للسلسلة ديات لان الافلام الوقعية لو ما تعملش بشكل كويس زي افلام ماربل الاجزاء الاولى وافلام دي سي الاجزاء الاولى حتى تبقى سيئة جدا منتظرين لو طلع شكل ابو سين والتنين والجرافيكس كان كويس فبالنسبالي هتضيلهم عشر على عشر الحيال ان دي اهم حاجة في الافلام الوقعية بعد كده هتأتي بقى القصة الخبر اللي بعد كده داني فانتوم داني الشبح فاكرين الكارتون ده من اعظم الكارتعات اللي عند جيدها نيكلوديان في تقارير بتقول ان هو بيجري انتاج فيلم لايف اكشن لداني فانتوم من كبرة شركة برامونت حقيقة ولا لا احدش في السعر دي مجرد تقارير بتتعمل وغالبا معاجبين بين ممثل توم هالند المثل دور سبايدر مان في افلام مارفل الاخيرة افاجر الاندي جيم و انفينيتي وور المهم لسه ما فيش حاجة اكده عن الموضوع ده بس انا عن نفسي بقول لكم ان هو عيحصل بس مش عارف توم هالند فعلا لا يقوم به ولا لا الخبر اللي بعد كده عن بنتن ان هو زي ما قطرتكو بنتن راجع بسلسلة اللي بنتن وقلت كل حاجة في فيديو قبل كده اصابه لكم بس قلت الخبر هنا عشان يكون ضمن الاخبار لكن الفيديو كامل اصابه لكم فيه علامة الايه اللي فوق الخبر التالي عن فيلم جنبل بحضر بعض التقارير فيلم جنبل ما زال قيد الانتاج يعني ما زالوا يشغلين عليه محدش يلا فيلم جاي جاي ان شاء الله وينشغلين عليه في استوديوات كارت نتورك اللي دلوقتي تبع شركة ورنر بروزر فالستوديوات دي هناك ومتعك أن يكون طول الفيلم ساعة ونسخة كريبا يعتبر فيلم طويل لجنبل وأول فيلم يتعامل لجنبل غير معكد بعد صدوره في ٢٠٢٤ لكن ما اعتقدش غالبا سيكون صدوره في ٢٠٢٥ لأن قيد الانتاج يعني يفضل له حبة لبعس بهم من المدة فانتظروا ان شاء الله غالبا ينهاية السلسلة دي هنا يبدأ السنة الجاية ان شاء الله أنا والنفس بتحمس السلسلة دي هنا لأن انا بحب كارتون جنبل جدا كما كما قلت لكم شركة وندن برزر بتعامل عظمة حرفيا ستبدأ السلسلة جديدة لدي سي نزل الاعلان في ١٨٠٢٠٢ عن فيلم جديد لجرستيس ليك بعنوان جرستيس ليك Crisis on Infinite Earth Part 2 تعريبا كان جزئتين الفيلم ما أنا لم ترى الفيلم الأولاني بصراحة بس شكلها السلسلة كويسة لأن الاعلان فيه طحفة بصراحة الأعلان فيه روعة بصراحة الانيميشن كويس جدا محب الطريقة دي في الانيميشن جدا اللي عبت بقى 3D مع 2D كده تديك نظرة كويسة جدا للكارتون وأنا على نفسي محب أفلام DC لباتمان وصبرمان ورشاة سليك كلهم فأنا متحمس جدا الفيلم ده بصراحة بعد كده فيلم Invincible هيتم أعلان عن موعد الجسم الثاني من الموسم الثاني لمسلسل Invincible الأسبوع المقبل وده كانت أقريبا من شهر رسميا نزول الأعلان بتاع فيلم Invincible والجزء الثاني هيتعرض يوم ١٤ مارس وفيه معلومات بتقول ان شركة سوني هتعمل فيلم انيميشن جديد لسبايدر مان طبعا تعرفين ان سبايدر مان تبع شركة سوني المهم ان سوني هي المسؤولة الرسمية عن سبايدر مان والعالم بتاعه بما في ذلك فينو وهيكون بالتصنيف R والذي ما عمش تصنيف R ده في الانيميشن بيكون فاسم 3D بس مظلم شوية ومعرفش هيكون عن بيتر بركر ولا موريس لسه ما حددوش بس هي قيد الفكرة حاليا مش قيد الانتاج فاكرير مان 직راكس الكينات دي هيتم بيأkiej 3 من الفيلم ومكرر عرضه في تاريخ تلاتة يورويول tango 2014 اذا انا امرو مان تفرج عليه ذلك خالص باق임ا ستفرج عليه قريب طبعا نينجاجو نينجاجو انا امرو ممitus Stop The Tutsider لكنها قريب readerıyor ان شاء الله Atlantic المهم بشيكل مところiledرا الموسم الثاني من Ninja Dragons Rising بصراحة لا يعرف انوحم 16 الجزء لنفس الوقت ان اواج Rivera Waro الاعلان سينزل ويتعرض في شهر ابريل ان شاء الله والخبر اللي جاي عن سونيك رسميا الاعلان الثالث لفيلم سونيك نزل 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 الفيلم هيقف شهر ديسمبر القادم سيكون فيه شخصية الأسطورية أعظم شخصية في كارتون سونيك وهي شادو طبعا الناس اللي عارف بقى وامتابعاني ان انا بعشق شخصية شادو زايدروك كونفوت ده بصراحة مظهر انا متحمس جدا للفيلم ده وبصراحة متحمس بسبب شخصية شادو الخبر اللي بعد كده عن افلام ديزني بقى شوية ديزني علاجت على شوية افلام جايين بصراحة انا متظرهم جدا فيلم توي ستوري 5 بس مش هتعرض استنادي هتعرض في 2026 هيحكي عن قصة اندي خلاص لما كبر يعني اعتقد ان هو كبر قوي وكان عجز فيه البوستر اللي نزل للفيلم كمان فيلم فروزن سري هيتنزل برضو سنة 2026 مع فيلم توي ستوري وفاكرين فيلم ستوبيا هيتعرض منه جزء تاني برضو في 2025 يعني قبلهم بسنة وكمان اعلنوا عن فيلم مارد واشوشني فيلم شركة المرعبين المحدودة مارد واشوشني واشيالا بيصرفان راجعين بعد ما اتعرض له سلسلة المسلسل هيتعرض له فيلم كمان ما حددوش لسا ينزل امتى بس اعترض في 2026 و بس اعتقدنا كده قلتلكم معظم الاخبار الجديدة اللي نزلت عن الكرتون طبعا مش هقولك بقى زي كل فيديو تنساش تعمل لايك وتشترك بالقناة هتفرج استنبيهات الخليل بكل وتنشر فيديو مع اصدقائك وطبعا انا رصبك على فيسبوك وانستجرام طبعا اكيد اشألك كل ده انت مفهد تعمله كده من نفسك وانت برضو رأيك بالتعليقات عن الاخبار ديت وي اكتر فيلم وتحمسله انا بالنسبالي افلام سونيك انا مهم قولي تحت انت اكتر فيلم من انتظره و بس و سلام